السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا فيكم معي حبايبي اليوم رح نعمل طريقة كفتا مد بالصانية بطريقة رائعة ومميزة وكمان سهلة التطويق اول شي هون في عندي بصلة وثومة وعندي بقدونس وعندي كمان لحمة اللحمة اللي انا مستخدمتها لحمة بقرية فيكم تستخدموا اللحمة المفرومة البقرية وتخلطوها مع لحمة الغنم اذا بتحبوه انا عن نفسي ما بحب تعم الغنم في اللحمة المفرومة فانا باستخدم اللحمة البقرية اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وقاليه اجمعين طبعا هون جبت كمان حبتين بطاطا كشرتها وغسلتها وقطعتها لمربعات صغيرة الشميكة وضفتها زي ما انتو شايفين على اللحمة وضفت هون البهارات كمان رح ادكرها بصندوق الواسط طبعا البصلة والثومة والبقدونس فرمتها بمحدرة الطعام اه زي ما انتو شايفين وضفتها مع ابهارات على اللحمة طبعا ايش ضفنا على اللحمة ضفنا البطاطا المقطعة فرم صغير وضفنا البهارات وضفنا الباكدونس والبصل والثومة عما حدعك بايدي اخلط كل اشي مع بعضو ليتجانس الخضار واليبهرات تجانس مع اللحمة منيحة منيح طبعا بعد ما اضعكها رح ابلش امد فيها بالصنية طبعا الكفتة والكباب لها كذا طريقة كذا ميت طريقة كل واحد بيعملها بالطريقة اللي بيحبها واللي بيشوف ها مناسبة والمكونات الموجودة عندكم طبعا كمان طفت ملعقتين الطحين بيخليها هيك ما تتقلص معانا كثير لان عادة الكفتة لما بنبتها الا ما تتقلص شوي معانا بتضب طبعا هون بعد ما دعكت خلطت جميع المكونات هلا بدي اجيب صنية رح اجيب اي صنية متواجدة عندكم انا هذه الصنية الالمنيوم رشيت فيها رشة من زيت الزيتون اه طعم زيت الزيتون جدا طيب مع الكفتة طبعا وهلا رح اضهن الصنية بزيت الزيتون ورح امد الكفتة بالصنية زي ما انتو شايفين باداية هيك رح امدها احاول اوزعها على جميع الصنية اللي انسكر فيها كل الصنية بهاي الطريقة بلشت اخبط فيها على ايدي مشان تمد معي منيح منيح بايدي بخبطتها وهيك بعد ما مدينا اللحمة الكفتة او الكباب بالصنية طبعا هلا اه هيك بروس اصابعية رح احززها بهذا الشكل رح احززها دوائر عندي كمان خضار رح اضيفها عليها رح اضيف عندي بندورة كرازية وعندي بصل كمان وعندي فلفل حار اه بالنسبة للفلفل اذا ما بتحبوا الفلفل حار او بتتجنبوها عشان اولادكم حطوا الفلفل الرومي او الفلفلة الحلوة اه طبعا هادا الاشي بيرجع لكم كيف انتو بتحبون اه طبعا هون بعد ما حززت الصنية بروس اصابعية زي ما انتو شايفين رح ابلش اصف الخضار اه حطيت في اول اه وحدة اه حبة بندورة كرازية البندورة الكرازية هاي من البندوراتي اللي انا زارعتهم جدا طعمها مميز عن البندورة اللي منشتريها من السوق طعمها بلدي طعمها على حموضة كتير كتير طيبة وبرضو الفلفل الحار بلشتها صوفي ورح اصف كمان هذا الصف كليته بالبندورة الكرازية المدورة شوفوا ما احلى منظرها كتير كتير بتجنن مثل الخراز وعندي بصل شرايح برضو اه صفيت فيه اه خط حطيته يعني بصل ابيض فيك تحطوا اي نوعية بصل موجودة عندكم بصل احمر بس اه بحس انه البصل الابيض او البصل الحلو بكون اطيب مع الكفتة طبعا زي ما انتو شايفين صف فلفل حار صف بندورة كرازية اه عفوا خط اه بصل ابيض خط فلفل خط بندورة كرازية نوعية ثانية وهيك صارت السنية الكفتة المد اه جاهزة رح ارش عليها رشة بسيطة من الفلفل اسود رشة من الزيتون واغلفها بالكزير وهيك بتصير عندي جاهزة اني ادخلها الفرن طبعا انا حميت الفرن على درجة اربعمية وخمسة وعشرين في هرنهايت اه طبعا ورح اخبزها بالفرن تستوي على راحتها لبين ما تتحمار وطبعا هيك بتصير اه حالنا صانية الكفتة جاهزة طبعا بالنسبة لمدة الخبز تتراوح يعني من حوالي خمسة اربعين دقيقة لساعة لاني انا ما حطتها على نار عالية وبرضو كمان حسب كمية اللحمة او الكفتة اللي انتو اه بتضيفوها طبعا اه الكفتة الماد او الكباب اه انا رح اعمل على جنبه الرز الابيض اه بالشعرية اطيب شيء الرز المفضل عندي اه حوصت الشعرية مع الزيت وضفت الرز اليسمين فيكم اضيفو رز مصريع جنبها الرز المفضل عندكم اطبخوه طبعا على جنب الكفتة اه رشية رشية من الملاح طبعا رح اضيف عليها الماي واطركو الرز استوي على راحته بالنسبة للكفتة فيكم تتناولوها اه مع رز فيك تتناولوها الخبز البيتا بريد او الخبز البلدي اي نوع خبز انتو بتفضلوه طبعا هون بعد ما استوت وتحمرت اه ما ولعت الشواية اه اه اتحمرت من نفسها وطلعناها هيك شوفوا منظرها بشحي والرز كمان صار عنا جاهز وهلا موعد السكب موعد التذوق طبعا الكفتة والاشياء هاي طيبا نحط جنبها بصل الاخضار مخلال فجل اي نوع خضار انتو بتحبوه اه فلفل حار زيتون الاي الشي بتحبوه فيكم تتناولوا معها خاصة اذا تناولتوها مع الخبز طبعا انا عملت رز اه لان اولادي بحبوا يتناولوها مع الرز اه الرز الابيض مع الشعرية بشحي كتير طلع معها وفعلا الضوك والطعم جدا جدا رائع البطاطا اللي نعمناها وشرحناها فيها وخلطناها مع اللحمة كتير كتير كانت طيبة معها جربوا هاي الطريقة حبيبي وانا متأكد انكم بح تحبوها طبعا اطيب شي مع الخضار كمان نتناولها زي ما انتم شايفين شوفوا له هالصحن ما احلى جدا صحن رائع ومميز ووصفة كمان يعني اه سريعة ولذيذة طبعا فيكم تشربوها من نفس السوس اللي بينزل منها طبعا الصينية هاي ما ضفنا لها اي صلصة بندورة بس اكتفينا بح الحبات البندورة الكرازية والسوس اللي نزل منها كتير كتير كان طيب وراء عبينا نغمسوا بالخبزة او نشرب الرز منه بتمنى ان الفوديو حبيبي يكون عجبكم اليوم تكونوا استمتعتوا فيه واستنوني بوصفات وفيديوهات جديدة وما تنسوني من اللايك وباي باي